الزمالك اليوم يضرب برامج بسلسية نظيفة ويقترب كثيراً كثيراً من درع الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي صحيح لسه الدوري في الملعب صحيح الاهلي لسه عنده حزوزه صحيح برامج لسه عنده حزوزه بس الزمالك بالأداء والنتيجة النهاردة وبفارق النقاط اقترب كثيراً هذا هو الواقع وهذا هو الأداء الكبير الرائع اللي عمله نادي الزمالك في مباريات اليوم والمباريات السابقة والفضل أولاً وأخيراً لمدرب قدير كبير رائع اسمه جوزفالدو فريرا عن كل استحقاق وجدارة ما وصل له نادي الزمالك الآن ليه؟ ليه عن كل استحقاق وجدارة؟ اللي بيحصل دلوقتي في نادي الزمالك هو الأقرب للإعجاز مش النهاردة في المباريات اللي فاتت كمان مش أقرب للإعجاز هو الإعجاز بعينه الزمالك في ظروف في بداية الموسم شبه مستحيلة لفريق يعرف أصلاً يبقى في الأربع مراكز الأولى في جدول الدوري مش ياخد كاس مصر ويبقى متصدر الدوري وهو الأقرب للفوز بالدوري هتقول لي إيه المبالغة دي؟ ليه يعني؟ كان الزمالك اللي حصل له يعني أقول لك الزمالك فترتين كيد ما اشتغلش فيه يقاف لفترتين كيد ما فيش لعيبة ما فيش تدعمات طيب خلاص نشتغل باللي موجود لا اللي موجود مش عايزين يجددوا عقودهم اللي موجودين عاملين مشاكل اللي موجودين مش عايزين يلعبوا اللي موجودين عايزين يمشوا أشرف بن شرقي بس سيبك من أشرف يمكن أشرف اللي لعب لآخر وقت بس برضو ساب الزمالك قبل ما الموسم يخلص طريق حامد بقى له تقيبة ستة شهور ما بيلعبش أبو جبل باعت تماما ونجب كده كده الزمالك ما كانش بيستفيد منه أوش بس انت بتتكلم في أساسيات في الفريق أعمدة أساسية في الفريق ده في الوقت اللي الزمالك أصلا مش عارف يجيب صفقات ده في الوقت اللي الزمالك فيه إصابات ده في الوقت اللي كان واخد الزمالك ونازل بيه غطس كل حاجة في الزمالك كانت ماشية عكس جي مدرب برتغالي كبير اسمه فريرة وعدل الكفة ووجه الزمالك للأمام عدل كل حاجة كل حاجة والدليل والدليل ان مع الراجل ده ان مع الراجل ده حضرتك دلوقتي كمشجع للزمالك بتقول الله على حمزة المسلوسي واقف في الدفاع صح الله على حمزة المسلوسي واحد من نجوم الفريق دلوقتي فاكر حمزة المسلوسي انت كنت بتقول عليه إيه وانا كنت بقول عليه إيه كلنا كنا بنقول عليه إيه لا يستحق اللعب لنادي الزمالك أنا بقولها بصراحة الكل كان بيقول كده فجأة بقى لعب كبير يبقى المشكلة مش في إمكانياته المشكلة في اللي بيدربه وده اللي عمله فريرة ما عملوش مع حمزة المسلوسة بس شوف النطج النطج اللي بقى عند إمام عشور شوف الأداء الرائع جدا للونش شوف الأداء الكبير جدا لشباب نادي الزمالك نمار ويساب قسامة نبيه وحسام عبد المجيد فاكر حضرتك حسام عبد المجيد انت كمشجع للزمالك لما شفته في كاس الرابط قلت ايه لا 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 ايه ده ده العيب ما بيعافش يدافع ده العيب ما بيعافش يلعب أصلا ده العيب سيء ايه ده هو ده شباب نادي الزمالك هو ده الشباب اللي مفروض هيبقى مستقبل نادي الزمالك شفت اللاعب رائع ازاي شفت مستقبل كبير لدفاع مصر ازاي مش نادي الزمالك بس شفت شفت سيف الجزيري وهو بيرجع لمستوى شفت زيزو وهو بيتواهج شفت كل اللاعبين في نادي الزمالك وما في أفضل حالة ممكنة ده مدرب اللي هيجي يقول لي بعد كده انه الفرقة دي تكسب بأي مدرب هقول له آسف حرق ما بتفرجش على كورة وما تعرفش عن ايه كورة حتى لو انت اسمه نجم كبير ليه؟ انه الزمالك في الحالة دي مش عشان اللاعبين كبار أو قليلين يعني لهم قليلين ولا هم كبار بس عشان فيه مدرب بيعرف ياخد من كل لعب أقصى إمكانياته يعرف ازاي يحافظ على لعبته نفسيا وبدنيا ده المدرب ده المدرب ده المدرب ده المدرب اللي مفيد للكورة المصرية بالمناسبة يعني بالمناسبة وده رسالة للاتحاد الكورة رسالة للقائمين على كورة القدم في مصر لما يبقى معاك واحد بهذه الخبرات بهذه الروعة موجود على أرض مصر في الدور المصري لازم تستفيد منه استفادة كاملة وكلية هتقول لي إزاي ما هو بيدرب إزا مالك هقول لك يا أخي يعمل محاضرات للمدربين عندنا يعمل محاضرات للعبين يعمل محاضرات لنا نفهم الكورة بتتلعب إزاي نفهم الكورة بيحصل فيها تدريب إزاي إحنا مشكلتنا لما بيجيب لنا خبرات زي دي منويل جوزيه وكروش وفريرة والناس النباغات دي ما بنستفيدش منهم استفادة كلية بيجوا ياخدوا مرتابهم يشتغلوا شوية مع فرقتهم ويمشوا إحنا الكورة المصرية تستفيد من الناس دي فريرة عشان تفهم إن الموضوع أكبر من فكرة الزمالك فريرة قدم لك كام لعب النهاردة جمالي الزمالك بتسألوا فرحانة إن يوسف أسامة نبيه موجود عدك وينزل وهيشارك وهيجيد فرحانة بسيد نمار اللي عمل الجوني التاني بأسست رائع جدا فرحانة هم مش دول كل دول مستقبل للكورة المصرية حساب عبد المجيد ده مش مستقبل للكورة المصرية ده مش مستقبل للكورة المصرية الأداء الرائع اللي بيعمله محمد عواد ده مش فايدة لمنتخب مصر طبعا إزاي ملك المستفيد الأول الآن لكن عندك واحد زي ده بيطور لعب بيطور لعب فيهم دربين تانين بيأخذوا لعبين وينزلوا بيوم غطس يعني اللعب يبقى كويس ويأخذوهم وينزلوا بيوم غطس يقللوا مستواهم لكن ده مدرب شوف شكبالة يا عيني على المزيكة اللي بيعزفها شكبالة كل ما بيلمس الكورة كل ما بيلمس أرض الملعب شكبالة لما كان كارتيرون بيدرب ينزلوا من أول دقيقة وإحرق شكبالة وإحرق الفريق لا شكبالة استفاد ولا الفريق استفاد لاعب في عمر الشكبالة إزاي تستخدمه في وقت يبقى مفيد لللاعب ومفيد للفريق مش تحرقه والفريق اللي قدامك بدنيا عالي فأنت عايزة تخليه خش في سباقات جاري عايزة تخليه دافع ويهاجم كل شوية لما تبدأ بيلم مباراة لما تديره بقى توقيتات مثالية شوف شكبالة ساهم في كام انتصال للزمالك في آخر عشر مباراة على الأقل خمسة على الأقل خمس مباراة سواء بالتسجيل أو بالصناعة في الوقت اللي بيشارك فيه أصلا اللي يخلي شكبالة هذا الاسم الكبير التاريخي في تاريخ نادي الزمالك يقبل أنه يقض على الدكة عشان فيه مدرب مقنع لما المدرب ده يجي يقول لي يقض على الدكة أنا مصدقه وعارف أنه هو عايز مصلحة وعايز يخلينا شارك في الوقت المناسب ما بيئذنيش لكن لو أنا حاس أن المدرب اللي قدامي ده هو مش فاهم أو مش عارف لا أنا عايز ألعب من أول دي أنا عايز ألعب من قبل ما المباراة تبدأ مقنع للعابين بيصدقوه فريرة يا جماعة عامل إعجاز مع نادي الزمالك هي القصة مش مبالغة ولا قصة مباراة النهاردة بس اللي بيحصل في المباراة اللي فاتت ده إعجاز هتقول لي هو أنت ليه بتتكلم على الزمالك كده وفريرة كده ما ممكن يخسروا الدوري الدوري لسه في الملعب صح عندك حق بس أنا بقولي الكلام ده دلوقتي مش عايز أستنى لآخر الدوري عشان حتى لو فرضا والناسبة الأقل إن الزمالك خسر الدوري أبقى ثابت عند كلامي حتى لو الزمالك خسر الدوري فالرجل ده واللعبين اللي معاه عملوا إعجاز الموضوع مش متعلق ببطولة في الآخر أنت كمشجع للزمالك ما كنتش تحلم الموسم ده إن فريقك يبقى في الأداء ده وفي المكانة دي بطل كاسمص ومتصدر الدوري بفارق سبع نقاط عن بيرامدز وخمس نقاط عن الأهلي لو فاز بمبراطيه المؤجلتين مبروك للزمالك